يواصل المتحور أوميكوان انتشاره في عدد من الدول حيث أعلنت السلطة الأمريكية تسجيل سبع إصابات جديدة بهذا المتحور ليرتفع عدد الإصابات بهذه السلالة إلى تسع إصابات فيما أعلنت أستراليا عن تسجيل إصابة لدى طالب لم يسافر إلى الخارج مما يشير إلى بدء انتشار المتحوري هناك السلطة الفرنسية بدورها أعلنت أن عدد الحالات المصابة بأوميكوان ارتفع إلى تسع ليرتفع إجمالي الإصابة في الاتحاد الأوروبي إلى سبعين حالة وفق المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض والسيطرة عليها ما يعزز المخاوف من أن يصبح هذا المتحور الأكثر انتشارا مقارنة ببقية المتحورات في القارة العجوزة كما هو الحال الآن في إفريقيا الجنوبية تفشي هذا المتحور في حوالي 35 دولة يأتي في وقت تسع فيه الحكومات إلى تجديد القيود وخاصة على الأشخاص الذين لم يتلقوا التلقيح فيما تدرس دول أخرى فرض إلزامية التطعيم للتوقيم المضاعفات صحية في حال الإصابة بهذا المتحور ورغم أن منظمة الصحة العالمية قد أعلنت سابقا أن المعلومات عن مدى قوة عدوى أوميك هون وشدة الأعراض التي يسببها وفاعلية اللقاحات المتوفرة حاليا قد تتأكد في قذون أيام إلا أن دراسة أجرها علامة من جنوب أفريقيا أظهرت أن خطر الإصابة بكوفيد 19 مرة أخرى أعلى ثلاث مرات مع المتحور أوميك هون مقارنة بالمتحورات السنة